اشتركوا في القناة أقوى جنود الله على الإطلاق سئل علي بن نبي طالب رضي الله عنه أرضاه عن خير أو أقوى جنود الأرض فقال جنود الله أقوى جنود الله عشرة أقوى جنود الله عشرة والعلماء يقولوا لو أننا عددنا العلم قبل التكلم فيه فهذا من تمام العلم يعني لما يقولهم عشرة يبقى كده هو جمع الأمر كله وجمع العلم كله فقالهم عشرة يبقى كده تمام العلم لكن فيه واحد يتكلم ويبقى إيه يستدعي بقى من الذاكرة الكلام آه كذا وبعدين كذا لكن لما مثلا كنا نسأل نواقد الوضوء نقول نواقد الوضوء سبعة فسبعة الرقم هذا يدلل على تمام العلم أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال أقوى جنود الله عشرة قال فمن أقواهم الجبال الجبال التي خلقها ربنا عز وجل والحديد يقطع الجبال فالحديد أقوى من الجبال والنار تصهر الحديد فالنار أقوى من الحديد والماء يطفئ النار فالماء أقوى من النار والسحاب يحمل الماء فالسحاب أقوى من الماء والريح تدفع السحاب فالريح أقوى من السحاب والإنسان يخرج في صلاة الفجر والإنسان يخرج في صلاة الفجر في الريح لا تمنعه الريح فالإنسان أقوى من الريح وقالوا والسكر يغلب الإنسان السكر يغلب الإنسان هو ما يقدرش يسيطر على نفسه فالسكر أقوى منه قالوا قالت يعني رضي الله عنه والنوم يغلب السكر فالنوم أقوى من السكر يبقى السكر أقوى من الإنسان والنوم أقوى من السكر قال والهم يمنع العبد النوم الهم يمنع العبد من النوم فقال فأقوى جنود الله على الإطلاق الهم ولكن إزاي إن إحنا نستثمر هذا الهم في طاعة الله سبحانه وتعالى فنفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية فإزاي يكون عندي هم على المسلمين من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم لسه جاري ما سجدش لله سبحانه وتعالى لو صبرت عليه على كده هيدخل النار لكن لأنه تارك للصلاة لكن لو أنا ذكرته بالله سبحانه وتعالى العلماء يقولوا جمع ربنا عز وجل ملاك الأمر كله في الدعوة إلى الله في صورة ياسين في كلمتين قال تعالى يا قومي اتابعوا للمرسلين بس دي دعوة إلى الله عايزين نشوفك في المسجد ما تيجي تصلي معانا يا سلام لو وشك المنور ده تلبسي الحجاب يا سلام لو تصلي يبقى لك حل مع ربنا الدنيا دي إلى فناء احنا بالنهاردة فوق الأرض بكرة تحت الأرض وبعد النبي ما فيش نبي تاني بس من يشيل الرسالة ومن يهتم بأمر الدين الهم على المسلمين والهم على عباد الله وجوره عظيمة وده اللي كان بيحصل مع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دعوا الناس كلهم إلى الله اجتهدوا في هداية الناس اجتهدوا في رحمة الناس والناس اجتهدت في إيذاء الأنبياء واكتهد الناس في قتل الأنبياء كذلك ولكن ما شرف هذا الأنبياء عن عملهم بل اجتهدوا في رحمة الناس وهداية الناس ودعوة الناس واخرجوا من الظلمات إلى النور أقوى جنود الله على الإطلاق الهم فالهم يمنع العبد النوم فليكن همنا في طاعة الله من كان الله همه كفاه الله كل الهموم يا صاحب الهم إن الهم منفارج أبشر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فثق بالله وارضى به إن الذي يكشف البلوة هو الله ده اللي كان عندنا النهاردة من كلام بنتكلم النهاردة عن أقوى جنود الله عز وجل لو عجبكم الفيديو هاريت تعملوا لايك نشاء الخير ده مع الناس حتى تتعمل فائدة كمان يا حبابنا الكرام اللي بيشوفني الأول مرة هاريت يعمل اشتراك في القناة فعل خصير في الجرس ويختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد إلى لقائنا آخر ومقطعين آخر استولاكم الله لدي لا تضيع ودائعوا سبحانك اللهم ربنا وحمدك شدوا الله إليه إلا أنت استغفرك هاتوبوا لأيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة